السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة ايقاف اشعارات جوجل كروم المزعجة في الكمبيوتر فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح فالمشكلة يا شباب اللي رح تواجهكم ان رح تظهر عندكم اعلانات مثلا او اشعارات من مواقع الكترونية فإحنا الآن نبينحل هذه المشكلة فحل هذه المشكلة يا شباب جدا بسيط كل اللي تحتاجون تسوونها تروحون على الثلاثة النقاط اللي فوق اللي سار وبعد كذا تروحون على خيار الاعدادات فمن هنا تروحون على خيار الخصوصية والامان وبعد كذا تنزلون شوي تحت رح تحصلون اعدادات المواقع الالكترونية تضغطون على هذا الخيار فمن هنا تنزلون شوي تحت رح تحصلون اللي هو الاشعارات تضغطون عليها فهنا يا شباب فيه طريقتين عشان توقفوا الاشعارات في جوجل كروم الطريقة الاولى انكم تضغطون على هذا الخيار فما رح يسمح لأي مواقع أن ترسل إشارات أو تضيف إعلانات عندك في المتصفح. في الطريقة الثانية راح تحصلون هنا المواقع الإلكترونية التي يسمح لها بإرسال إشارات. فهنا راح تكون عندك المواقع اللي قاعدة تسبب عندك مشكلة اللي تجيك منها رسائل. فعشان تمنع الرسائل هذه من الظهور أو الإشارات تضغطون على الثلاث نقاط نفترض مثلا هذا الموقع الآن قاعد يرسل لي إشارات وإعلانات مزعجة. فتضغطون على الثلاث نقاط هذه. فعندكم حلين تقدرون تضغطون على حضر وما راح تتم إرسال أي رسالة أو إشعار من هذا الموقع. أو تضغطون على إزالة. وبكذا راح تنحل عندكم مشكلة وما راح تجيكم أي إشعارات من الموقع. فتقدرون تشيلون من هنا يا شباب أي موقع ما تبغونه فهذه كانت يا شباب الطريقة بكل اختصار. إذا حابين تعرفون أكثر عن جوجل كروم أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة. نشوفكم على خير مع السلامة.